في الفيديو اللي فاتتكلمنا عن السعادة والحاجات اللي بتخلينا سعداء ولو انت مش رطش الفيديو ده ممكن تشوفوا في القاية اللي فوق هنا والفيديو ده أنا جاي اكلمكوا عن الكسل وقبل اي حاجة جادة احنا عايزين نعرف الكسل ده بيجينا لياе الكسل ده ممكن يجينا عشان احنا عندنا خوف من النجاح خوف من الفشل اكتئاب احتياج لمساعدة حاجات كتيرة جدا نمسكها واحدة واحدة واول حاجة بتسبب الكسل و tasting الفشل انت خايف تروح الوظيفة دي عشان ما تتقبلش وتبقى فاشل وتكتائب فانت بتلغى اصل السيناريو ده كله وبتبقى كسلان عشان ما تروحش تاني حاجة وهي خوف من النجاح ايوه النجاح ممكن يسبب لنا كسل في واحد بيبقى بيحب جده يكون في حاله وماشي جن بالحيط لو ترقى في الوظيفة دي فجده الاعداء بالنسبة له هتزيد فهو مش عايز جده هو مش عايز مشاكل فعشان ما ينجحش بيكسل عشان ما ينجحش ثالث حاجة بتسبب الكسل وهي احتياج المساعدة اللي من الاخر جده اتربه على الدلع انت بتكسل تقوم تروى القودة بتاعتك عشان تعرف ان والدتك هتقوم جده جده هتروى أهالك والنوع ده انا ما بيجي انزل ارض الواقع رابع حاجة هو ممكن تكون رد فعل عنيف بس غير واعي ازاي؟ كتير من اننا بديبقى مسكين مثلا التليفونات وتلاقي مثلا والدك او والدتك داخل بيزعقلك عشان تسيب التليفون وتروح تزاكر فتلاقي مثلا مخك برد فعل بيقولك هي مامتك او باباك زعقلك عشان تروح تزاكر طب احنا مش مذاكرين خالص اصلا وبيهيئلك اللي انت اصلا في حالك كسر عشان ما تقومش اصلا تزاكر وزي ما احنا ما قولنا هو بيبقى غير واعي انت مش بتبقى قصدك تعمل جده رقم خمسة وهي الخوف من التوقعات انت خايف تعمل الخطوة الفلانية عشان تخايف من توقعات الناس اذا فشلت فيها او نجحت فيها سادس وسابع وثامن حاجة هي حاجات عادية جدا زي انك ما تكونش عندك هدف فتبقى كسول عشان تقصلا معندكش هدف زي انك تكون مكتئب فانت اصلا كسول عشان تفحالة اكتئاب دلوقتي زي ما تكون مسلا انت بازلت جهد كبير جدا في اليوم فانت بحتاج لراحة دي الحاجات الاساسية اللي فعلا بتحسسك بالكسل طيب ماشي فيه واحد ممكن يقولي تبنع خلاص عرفت ان انا كسلان وفيه حاجة من الحاجات دي فيها الحل دلوقتي وفيه كزا حاجة جدا هنحل بيها مشكلة الكسل اول حاجة الاصدقاء انك تختار اصدقاء فعلا يحفزوك على الحاجة اللي انت عايز تعملها لو حاستلي ثانية ان المجتمع اللي حواليك او الاصدقاء اللي حواليك بش بيدعموك او بيحبطوك باي شكل من الاشكال فالمكان ده مش مكانك المجتمع ده بش مجتمعك اصلا وما يصلحش ليك وانا اتكلمت قبل جدا عن فكرة الصحاب والاصدقاء والمجتمع بتاعك في فيديو قبل جدا ممكن شوفه في القاية اللي هنا برضه ونيجي بقى للتركية بتاعت الفيديو قعدة الفايف ساكنز رول شرح القعدة دي باختصار شديد انك في العادي مما بتكون اصلا عايز تعمل حاجة فبتفضل جدا شوية وتلاقي مخك بيسألك طب ممكن حتى نعمل الكلام ده بكرة طب ممكن نعمله بعد ساعة طب ممكن نعمله بعد شوية فانت ترد عليه فالموضوع ده بياخد وقت فكرة اصلا انت اصلا تكلم نفسك وتفضل تاخد وقت بتاخد وتدي مع نفسك دي اصلا ممكن ما تخلكش اصلا تعمل اي حاجة قعدة الفايف ساكنز رول معلها اي بقى وهي انك بتركز جدا بعد ما بتاخد القرار بتاعك وبتعد من واحد لخمسة وبعد ما بتخلص رقم خمسة بتقوم تعمل الحاجة دي على طول ما بتديش فرصة لنفسك انك تكلم مخك ومخك يرد عليه العلماء شبهوها بفايف ساكنز ويندو يعني هو شتباك مفتوح لك لمدة خمس ثواني لا تلحق لما تلحقش وان تو سري فور فايف بتعدي خلاص وتالت حاجة هي انك تاخد بالك من الحاجات قصة اللي بتسبب الكسل والحاجة الرابعة هي ليها علاقة بالطلاب اكتر بتوعصرها بالعامة وبتوع الجامعات وهي ممكن تكون قصة انت بش كسلان تذاكر انت بش عارف تذاكر الطريقة اللي انت بتذاكر بها غلط فانت بتوهم نفسك اللي انت كسلان ولو انت طالب في الجامعة او في سنوية عامة انصحك جدا انك تتفرج على الفيديوهات اللي امنازلها بتاعت سنوية عامة هتفيدك جدا وخمس حاجة انك تتفرج على الفيديو ده ما تعملش سبسكرايب بعد ما تخلص وتدخل على صفحة الفيسبوك وتعمل لايك للبيتش بتاعت الفيسبوك عشان ما تبقاش كسلان ولو عجبك الفيديو ما تنساش تمام تعمل شير ولايك وتعمل منشل لاصحابك وبس جدا يا رب كل الفيديو عجبكو سلام عليكم